اشتركوا في القناة 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 كان بالروح وعنى بالجسد طيب فضلتك بطريقة نتكلم عنصر التوقيت وعنصر اختيار الوقت ده بشكل معين اكيد ليه خلفية تاريخية او خلفية يعني نحن ممكن نتكلم فيها ونستخيد من التوقيت على وجه التحديد يعني الوظرة في هذا التوقيت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي مراباة لخاطره عما وجده من قومه وعما لقاه من قومه من شدة وعناد ووقوف امام دعوته بالتصدي له بالقضاء على دعوته عشية وضحاها ان نظرة واحدة على حال رسول الله وما كان عليه من الكفر والعناد الموجود في المجتمع تدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم الى مثل هذه الرحلة الربانية التشريفية والتي تكون مراباة لخاطره صلى الله عليه وسلم ننظر الى نظرة بسيطة حينما دخل الكفار على عمه ابو طالب قالوا يا ابو طالب انك مننا حيث علمت دا وقت كله انك مننا حيث علمت واننا نخشى عليك الموت بيننا وبين ابن وخيك ما تعلم فادعوه الان ليأخذ منا ولنأخذ منه وليكف عنا ولنكف عنا وليدعنا وديننا ولنبعه ودينه فدعه عمه ابو طالب فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال عمه يا ابن اخي يا ابن اخي هؤلاء اشراف خوبك جاءوا لكي تأخذ منهم ويأخذوا منك فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا ما ليأخذوا مني كلمة واحدة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم قالوا بل قل عشر كلمات لم تقل كلمة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله واخلوا عنكم ما تعبدون فقال عمه ابو لهب الملؤون الذي نزلت فيه سورة تب تب أبو لهب الوتب قال ويحك يا محمد وتريد ان تجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لا شيء أشاب ثم قاموا من عند عمه أبو طالب ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم لعبادة الله وترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنان فتصدوا له حتى أنهم يعتدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجارة وبغيرها حتى أجم عقله الدم نزل على قدمه الشريف واصطفى الملعين يشتمون ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينسى ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وفاة عمه أبو طالب الذي كان يأوي إليه فيأويه ويشكو إليه فيشكيه والصدر حنون فقالته المشتفى صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة صدر حنون الذي أمنت به حينما كذله الناس وصدقته حينما كذله الناس الصدر حنون الذي كان يأوي إليه أيضا فأويه ويشكو إليه فيشكيه فقد بموتها هي أخرى الصغر الحنوم الذي كان يشكر إليه كل شيء السيدة خليجة وسؤل ذلك قال الإمام الألوسي بأن هذا العام سميه وإطلق عليه عام الحزن بعدها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الطائف كان يجلس في بستان لعتبة وشيدة ابن ربيعي أو في رواية أو في رفص ابن ربيعة يشكو حاله لنبي يشكو حاله لمولة تبارك وتعالى قال اللهم عليك أشكر بعث قوتي وقلت حلتي وهواني على الناس أخذوا يردد هذه الكلوات وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل جالسا على كرسي بين السماء وبين الأرض قال جبريل يا محمد لقد سمع الله كلام قومك لك وبعث معي ملك الجبل لتأمره بما شئت فقال ملك الجبل السلام عليك يا رسول الله فرد النبي عليه السلام فقال ملك الجبل امرني يا رسول الله بما شئت إن شئت يا رسول الله خصفت الأرض من تحتهم وإن شئت يا رسول الله حولت عليهم وابيهم نار وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعه ربه الرؤوف الرحيم قال له لا لا تفعل عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله فقال ملك الجبال صدق من سماك الرؤوف الرحيم وهنا نلاحظ أن المولى تبارك وتعالى خاتم سورة الطوبة مادحا حبيبه صلى الله عليه وسلم حينما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهنا دارت عجلة الزبان وكان للمولى رأيا آخر وكان للسماء رأيا آخر فجاء في الهواتف الإلهية أن الله نذى على حبيبه يا حبيبي إذا كانت الأرض ضاقت عليك بما رحبت فهي إلي وهي إلى سماواتي فأنا وملائكتي في التظارك يا حبيبي يا محمد طيب فضلت برد أتكلم عن تفصيلات رحلة الإسراء وتفصيلات رحلة المعرك هناك بعض التفصيلات التي كانت في الإسراء وفيها مشاهد عظيمة ومشاهد كبيرة كانت من رسول صلى الله عليه وسلم حجها لنا وصورها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه جبريل وهو راقد في بيت أمهاني قال له أيها النبي المختار أيها النوطة إليها فضلتك قبل ما نتجاوزها أنه هو لما أسر إليه كان في بيت أمهاني لا في بيت أمهاني سابتا قطعاً يا سابتا قطعاً وعلى اختلاف بين العلماء سابتا إليه فيها ورد اختلاف ولكن الأقاويل أنا كان في دار أو في دار أمهاني الأرجح أنه كان في موز الأمهاني الأرجح وما عليه العلماء تمام على كل كان الانتقال لرسول الله من رجل أمهاني على كل ليس هذا أمر في رحلة الإسرائيل وفي رحلة المعرج ملوه جبريل وقال له أيها النبي المختار قم إلى حضرة العزيز الغفار فإن الملائكة لك في الانتظار بأمن من الله الواحد الخهار فجاء جبريل ومعه البراق البراق هو دابة خلقها الله عز وجل طبعوا حافرها عند منتهى بصارها فجاء جبريل بهذه الدابة البراق فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق الدابة دي خلقت للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط خلقت لمولدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزة وهذه يعني هي انتهت بانتهاء الرحلة لم تقل أي نبي لم تقل بانتهاء الرحلة المضوع يعني خلاص خلاص كانت للرسول صلى الله عليه وسلم بيعني مخصوصة خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركب البراق فارتعد البراق من جلال ومن حيبة ومن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل اسكن يا براق فوالله ما ركبك خيرا من محمد فسار به جبريل ما يشاء الله له ان يسير مصفات عظيمة وشالسة وإذب الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا يرى مرأة عجوز على جانب الطريق عليها من كل حني الدنيا وفي وجهها الغضب وهي تقول هلم إلي يا محمد فلم التفت إليها فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه يا جبريل قال إنها الدنيا لو نظرت إليها يا محمد لأحبت أمتك الدنيا ثم يرى صلى الله عليه وسلمه رجلا يقف على قارعة الطريق عليه الغضب وعليه اللعنة والérie السواد وهو يقول هلم إلي يا محمد هلم إلي يا محمد فلم التفت صلى الله عليه وسلم إليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال ما هذا دامين يا جبريل قال إنه إبليس المرؤوم لو نظرت إليه لا مالت أمتك واتبعت أمتك إبليس المرؤوم ثموصارى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذي تفصيلات كمه كانت ومشاهد كانت للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى وبعد ذلك شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة مسك زكية وعطرة فقال حبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذه هي جبريل دي بتاعت مين فقال إنها رائحة المسك التي كانت أعوض الله بها النبي أعوض الله بها ناشطة ابنة فرعون وده لها قصة يعني ممكن نقولها في دقيقة ناشطة ابنت فرعون كانت تمشت ابنة فرعون وفي يوم سقطت من يدها فأخذته تقول بسم الله فقالت ابنت فرعون تقصدين أبي قالت لها لا ولك ربي وربك ورب أبيك فرعون فقالت ابنت الأبيها فجاء فرعون فقال لها ألك ربنا غيري قالت نعم ربي وربك ورب كل شيء هو الله الذي بعث موسى نبي فقال لأعوانه ولأصحابه الزبنية بتوعه حفروا يقرة عظيمة وحفرة في الأرض شديدة ويضعوا فيها لحس مغني وأخذ يقزف أولادها واحدا طول الآخر أمام عينيها فلما جاء دور الرضيع أخذت الأم الشفقة يعني عايزة ترجح في كلامة خلاص أنت الإله ورحمة من الأم لديها وهنا تجمج لي بقدرته فنتق الغلام وقال يا أمه اثبتي ولا تقاعسي فأنت على حق دين الله وقذفت الأم بنفسها هي وأولادها وجمع الله سبحانه وتعالى إظامهم على بعض فعوضهم الله عز وجل بهذه الرائحة رائحة المسك الزكية التي شمها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المسجد الأحصى ثم دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بعد أن ربط البراقة الدابة في حلق من حلق المسجد الأقصى خارج المسجد المسجد الأقصى ليه فيه كلمتين حيث بذلك نقول فيه كلمتين يعني عظيمتين أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرامين دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم فواجد جميع الأنبياء في انتظاره جميع الأنبياء كلهم في الانتظار فأنهم النبي سلم عليهم أولا وبعد أن سلم عليهم أنهم صلى الله عليه وسلم بركعتين في الصلاة الصلاة كانت موجودة ولكنها لم تكن أمر تكلفي على أمة مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنا صلى بهم ركعتين العلماء قالوا لماذا صلى بهم النبي ركعتين ولماذا تقدم عليهم إيمانه قالوا بان هذا اكبر دليل على عالمية الاسلام على ان الدين عند الله واحد دين ابراهيم ودين اسماعيل ودين يعقوب لين يوسف لين موسى لا رسالة واحدة والقرآن ذكرها قال ان الدين عند الله الاسلام الاسلام تلك بردال على عالمية الاسلام دي كانت في عجلة بسيطة بالنسبة للتفصيل والبعض يعني مشاهد التي رأيها المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء طيب حينما عرج به إلى السماء حينما عرج به إلى السماء جاء جبريل من نفس المكان من المسجد الأقصى من المسجد الأقصى نعم إلى ما فوق السماوات الأولى هنا صعد بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى وهنا ملاحظة يعني فيها إعجاز كبير إلهي عظيم أن كل سماء سنكما مصيرت خمسمائة عام وما بين كل سناء وسماء مصيرت خمسمائة عام النبي حينما طارق السماء عند باب السماء طارق جبريل السماء قالوا من معك قال محمد قالوا أقد أرسل عليه قال نعم ففرح أهل السماء بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليه لأنه أكمل إنسان وأشرف مخلوق وأحسن مضعوس ولذلك هذا الصالحين كان دايما يقول له وتضوع البيت الحرام شزا وماسا وغربا فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شدى وتسأل الحدثان والسقلان ما هذا الصدى فأجابت السبع الطباق سنن بعالمكم بدى فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد جبريل ندى في السماء ورح فيها واغتدى ماذا الملائكة في العلاء حي النبي محمد ألهم حي النبي محمد يسلموا عليه أرجى صلى الله عليه وسلم إلى كل سماء سماء قابل كل نبي في كل سماء بعدها صعد إلى السماء السابعة وكان هناك إبراهيم الخليل وفي السماء السابعة البيت المعمور قبلة أهل السماء كما أن الكعبة المشرفة هي قبلة أهل القارة البيت المعمور لما تكلم عنه صلى الله عليه وسلم المصطفى قال يدخله كل يوم سابعون ألف ملك يدخلون لا يخرجون سنبه إبراهيم الخليل مستنداً بظهره إلى البيت المعمور فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم من حوله قوم بيد المجوه فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا ومن هؤلاء بل من فقال جبريل إنه أبيك إبراهيم سلم عليه يا محمد فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم عن هؤلاء القوم الجلوس بين يدي سيدنا إبراهيم فقال جبريل إنهم أطفال أمتك الذين لم يحفظوا القرآن خليل الله إبراهيم يحفظه من القرآن الكريم وهنا كانت وصية لنا من سيدنا إبراهيم الخليل قال الخليل إبراهيم يا محمد أخبر أمتك من السلام قل لهم إن أنا بسلم عليهم أخبر أمتك من السلام وأنبئهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم بعد ذلك انتقل صلى الله عليه وسلم إلى صدرة المنتهى ما هي صدرة المنتهى تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ولا يقطعها يخرج من تحتها أنهار كثيرة أنهار من عسل مصفى وأنهار من خامر لذة للشاربين وأنهار من مئن غير آس كل ذي عند صدرة المنتهى وهنا كان الانتهاء لسيدنا جبريل كان الانتهاء لسيدنا جبريل في هذا الوقت قال جبريل يا محمد تقدم آنت خلاص أنت مكانك أكبر من كده أنا أخر هنا قال المصطفى في هذا المكان يا جبريل يترك الخل خليلة فرد عليه جبريل وقال له قال له ما منا إلا وله مقام معلوم كل واحد فينا لديه مقام فأنت لو تقدمت لاخترقت في أنوار الجمال أما أنا لو تقدمت لاخترقت من أنوار الجمال فتقدم أنت فأنت المدعو وأنت المطلوب من علام الغيوب أنت المدعو من القدم وأنت ميلة صاحب القدم وأنا ومن معي من الملائكة لك من جملة الخدم وإذ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يفتح له الخجب والأسطار من الأنوار فتأخذه وحشة بعد ذلك بعد أن صعد الانسدرة المنتهى إلى الحضرة الإلهية فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذته هذه الوحشة رباه أين أنا فقال المولى تبارك وتعالى يا حبيبي يا محمد أنت على لصاة الأنس والقرب مني أنت خلاص في الحضرة الإلهية فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعله الشريف نعله الشريف الذي نعلو به جميعا ونعلو بذكره لأن صاحبه لم يؤمر بخبئه في مفوق الصناوات الأولى وهنا هم النبي أن يخلع نعله فقال له ربه ماذا تفعل يا حبيبي يا محمد قال يا رب أخلع نعلي أخاف أن تقول لي كما قلت لموسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدسة يعني خايف تقول لي زي ما قلت لموسى زي ما ورد عمنا في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدسة فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى قال لي يا حبيبي يا محمد موسى كان محبا أما أنت فمحبوب موسى كان طالبا أما أنت فمطلوب موسى طلب الرؤية فكان الجواب لن ترى أن أنت يا حبيبي فجزوة متع برؤيت يا خير الوراء وهنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى أنه أكبر عشان نحن بدلنا علم نحن كده خلاص يعني رحلة تكون انتهت وعاد من جديد إلى مكانه يعني عاد من جديد العادة صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ونزل إلى المشركين أخبرهم أنه أسر به في هذه الليلة وذهب إلى المسكة الأقصى ثم أرجوه إلى ما فوق السنوات الأولى بعدها كذبه المشركون طبعا وعتبوا على أبي بكر الصديق أروع إن صاحب كزم أنه أسر به من كذا إلى كذا ثم أرجوه إلى فوق السنوات الأولى يغد أبو بكر قال إيه أبو بكر الصديق المرقب الصديق سمي أبو بكر بتبكيره في الإسلام وصديق لأنه لأنه كذب النبي قط قال إن كان قد قال قد صفقت صدق يعني لو في وقت ممكن يقولي كلمتين أخرى بتقول الشيخ شعراوي دايما نحب يذكرهم يقولي ذا يعني لخص الإسرائيلي مع رشف كلمتين يقول من ساحة البيت الحرام ما سراك يا خير وأنام وعلى البراق يشع نورك بين زمزم والمقام أتيت الأقصى سرم وخطرت تسبق للأمام والرسل كنت إمامهم أكرم لشخصك من إمام حتى بلغت المنتهى وأخذت تدنو في سلام جبريل عنك تأخر خطواته دون اقتحام هذا مقامي فالأقف كل له منا مقام والله أدناك منه علا وأسمعك الكلام أعطأك خير هرية تهدى إلى خير الأمام إن الصلاة زخرة للناس في يوم الزحام المشركون تفزعوا ولجوا في الخصام لكن أبو ذكر أتى وعلى محياه ابتسام صدق النبي المصطفى فإنه بالصدق يعرفه الكرام أنت النبي المصطفى مسك النبوة والختام ذكراك يا خير الوراء عيد لنا في كل عام ده خير الختام طبعا مولانا نحن نتذكر ذكر العطرة طبعا لإسرائيل المعراجو قد استفدنا من كلام حضرته الكثير نتمنى طبعا كل واحد يقتبه ويقتبس من ذكرى رسول العيس والسلام يعني خير ذكرى وخير ما حدث على الإطلاق يعني هذه الرحلة المقدسة طبعا نحن دائما بنقتدي بيها نشكرك شكرا جزيلا شرفتنا من حضور وكل سمح حضرتك طير كل سمح حضرتك بلتي الشيخ دكتور كامل غراب معلمة الأصدر الشريف شكرا من زيلا لحضرتك شكرا من حضرتك شكرا من حضرتك أروح لزمرتي شريفة حمدي وأباقة مختارة من أخبارها وعلى صباحة الشروطة تتفضلي